طبعا الهدف المعلان هو أن يؤدي ذلك إلى التحكم في مؤدل تضخم وخفضيه وهذه سياسة تقريبا تبعتها كثير من البنك المركزية على الصعيد العالمي خصوصا الفيدرالي الأمريكي وأيضا البنك المركزي الأوروبي وبعض البلدان الأوروبية أيضا المستقلة على البنك المركزي الأوروبي لكن في المغرب أنا أشك أن يكون هذا القرار وهذا الرفع من نسبة المؤدل الفائد المركزي سيؤدي إلى فعلا كبح التضخم بمستويات عالية وحتى كبحه إلى حد دينما في نفس الوقت لدي قراءة خاصة وهو أن بنك المغرب لو لم يقدم على هذه الخطوة الآن سيقال بأنه مسؤول عن التضخم ولم يقم بأي مجهد وبالتالي من أجل إخلاء المسؤولية ومن أجل أيضا ذهب في السياق الذي ذهبت فيه برنوك مركزية كثيرة حول العالم قرر أن يرفع مؤدل الفائد المركزي بطبيعة الحال هذا سيؤدي إلى أن كلفة الحصول على القروض ستزداد بالتالي الاستهلاك سيتراجع بالتالي الطلب سيتراجع بالتالي الأسعار ستنخفض لكن في حالة الدول نمي بصفة عامة هذه المسألة ليست دائما مضمونة ثم أيضا نحن يجب أن نفرق بين البلدان التي نشأت فيها الموجة التضخمية وهي البلدان الصناعية أساسا بسبب سياسات تسيير النقل التي تم القيام بها بعد الكوفيد من أجل عشر الاقتصادات أدت إلى رفع الطلب أدت إلى خلق كثير من الوظائف بالتالي فأسعار ارتفعت وأيضا هناك أيضا ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ارتفاع كلفة الشحن على المستوى الدولي هناك عوامل كثيرة لكن إذا انتبهنا جيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية فنحن نعرف أن التضخم الكبير الذي لم تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية منذ السبعين في نفس الوقت لهناك مؤدد البطالة يقترب من 3.2% بالتالي فرفع معدلة الفائدة وتراجع الاستثمار وتراجع الطلب في الاقتصاد الأمريكي سيؤدي إلى رفع البطالة ولكن البطالة أصلا متدنية في السياق الأمريكي هذا مقبول ومفهوم في السياق الأوروبي أيضا إلى حد ما في بعض الدول الكبرى في سياقنا نحن أنا أشك أن يكون هذا الإزراء لوحده كافي في أن يخفض مؤدلة التضخم بالتالي في أن يحسن قدرة الشرائية للمواطن وقد يؤدي إلى العكس لأن قد يكون تراجع الطلب من ضمن ما يعنيه أن هناك طبقات يعني الفقراء والطبقات دوي الدخل يعني غير مضمون خصوصا الذين يشتغلون في القطع غير مهيكلة ثم أيضا حتى الطبقات الوسطى ستتراجع قدرته الشرائية في ديل هذه الضروف بالتالي فهذا لن يحل المشكلة في نهاية المطرف طبعا أي تراجع النمو الاقتصادي يهدد الاستقرال الاجتماعي سواء لما يكون مؤدلة التضخم منخفضة ولكن يهدده أكثر لما تكون مؤدلة التضخم مرتفعة لأن هذا يدل على شيئا تراجع النمو الاقتصادي ضعف مؤدل نمو يعني أن الاستثمار غير موجود يعني أن البطالة مرتفعة ثم في نفس الوقت يرافقه غلاء للأسعار يتحول المجتمع إلى قنبلة موقوطة قابلة لانفجار وتكون الفئات الاجتماعية معرضة لأن تفقد فرص العمل تصبح لمعيشة أغلى ونحن نعرف خصوصا في السياق المغربي وخلال الخمسين سنة الأخيرة ارتفاع الأسعار الغلاء دائما ما أدى إلى موجات احتجاجية وغدى نوع من الغضب الاجتماعي وهذا ما يزال سري العمر إلى حدود حملة المقاطعة لسنة 2018 المقاطعة الاقتصادية التي كانت أساسا بسبب غلاء بعض المنتجات ليس المنتجات التي تمت مقاطعاتها فقط ولكن عدد من المنتجات هناك أيضا في سنة 2011-2012 هناك بعد الأزمة 2008 حدثت موجات التضخم ولكن في المغرب متحكم فيه ثم هناك موجات التضخم التي حدثت في بداية الثمانينات نهاية الثمانينات، بداية التسعينات كلها أدت إلى قلاق الاجتماعية بالتالي فالتضخم الذي يرافقه نمو ضعيف وبطالة مرتفعة في المغرب دائما يهدد استقرار الاجتماعي فعلا خلال العشرين سنة الأخيرة السياسة النقدية وإن كنت أنا لا أتفق مع تلك السياسة النقدية لأنها في نهاية المطاف لم تستفيد مما حققته وتمر إلى تحرير العملة المغربية من أجل أن يستفيد المغرب من إيجابيات ومكاسب تحرير السوق النقدية تحرير العملة فإن مؤدلة التضخم مقارنة بكثير من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تظل متحكم فيه وهذا التحكم ساهم إلى حد ما في الاستقرار وكلما تجاوز مدل التضخم 2% أو 3% تحدث بعد القلاق الاجتماعي لكن لم تصل إلى مستوى ما حدث في تونس، مصر، سوريا، اليمن إلى غير ذلك هذه الدول كلها عرفت السودان والجزائر بعد 2018 هذه الدول كلها عرفت موجة التضخم في بعضها وصلت مؤدلة التضخم إلى 10% أو 15% بالتالي فيجب أن نكون واعين بهذا والتضخم هو درجات وهو نسب كلما ازداد كلما أصبحت ضغط على القدرة الشرائية للمواطنين أكبر كلما أصبح الغضب الشعبي والاجتماعي أكبر وبما أنه ليست هناك أحيانا في أكثر من هذه الدول يعني مؤسسات وسيطة تلعب دور في امتصاص غضب الاجتماعي وفي إيصاله إلى المؤسسات وتسريع الإصلاحات وتعميق الإصلاحات وتمتين المؤسسات فأحيانا يؤدي هذا إلى ما يؤدي إليه من اضطرابات اجتماعية اقتصادية ثم تنتهي بأن تكون سياسية المغرب كان لديه رصيد لكن الآن وبسبب موجة التضخم التي بالمناسبة يعني ليست محلية المنشأ أنا في تقدير إلى حدود الآن لأن الذي يشرف على السياسة النقدية منذ تقريبا 19 سنة هو نفسه الذي ما يزال يشرف عليها بالتالي فالتضخم جاء الآن من الخارج وهو تضخم مستورد وخارج يعني خارج الآليات التي يمكن للمغرب أن يضبط بها معدل التضخم بالتالي فهناك يعني بعض القلق يجب يعني أن يشعر به أي إنسان مسؤول وأي شخص يعني يتابع الأوضاع الاقتصادية للبلاد هل ما يزال هناك أمل أو يعني مخرج من الوضعية الحالية أظن نعم ولكن ليس بسبب المجهودة التي يتم القيام بها هنا داخل المغرب ولكن التي تقوم بها الدول الكبرى التي كانت سبب في إطلاق هذه الموجة التضخمية أظن أنه إذا تراجعت معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكية والاقتصادات الأوروبية وتراجعت أسعار الطاقة وأسعار الشحن أيضا أسعار الطاقة الخامة وأيضا المكررة لأن هناك الآن حدث شرغ في السوق بين النفط وأيضا البنزين والجازوال بالتالي فإذا حدث تراجع خصوصا على هذه المستويات وعدد أيضا من المواد الأولية التي تشكل عناصر إنتاج عدد كبير من المواد الاستهلاكية والألبسة إلى غير ذلك فبإمكان مؤدد التضخم أن يتراجع لكن ليس في الأسبوع والأشهر القادمة 2023-2024-2025 الأمر مفتوح على مجموعة من الاحتمالات أظن أنه إذا تم العمل فقط بالسياسة النقدية لمحاصرة التضخم فمن شأن ذلك أن يجعل أمور غير متحكم فيها في الأمد المنظور إذا استمر التضخم عالميا لكن أنا في تقديري المدخل لمعالجة التضخم لا يجب فقط أن يقتصر على آليات السياسة النقدية ولكن أيضا يجب أن يكون هناك تسريع للإصلاحات إطلاق دينامية الاستثمار ثم أيضا إقناع المستثمرين بالمغامرة وخلق مزيد من فرص الشغل ثم إحداث انفراج في المناخ العام لكي تحاول الدولة أن يكون هناك نوع من الاستقرار الاجتماعي الذي يمتص هذه الصدمات المتعلقة بالجانب الاقتصادي لحد الآن يتم تفكير فقط في حلول السياسة النقدية لكن أظن بأن الدول مثلا إذا لاحظنا الولايات المتحدة الأمريكية قامت بكثير من الأشياء فهي ترفع معدل الفائدة المركزي تضغط على البلدان الخليجية لكي تغرق الأسواق بالنفط لأن تعرف بأن تراجع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تراجع أسعار عدد كبير من المواد في نفس الوقت تطلق برامج للاستثمار أيضا تطلق برامج للإبداع والخلق والابتكار في قطاعات خصوصا التكنولوجيا الحديثة في نفس الوقت أيضا تشجع المستثمرين الأجانب وحتى الشركات والتي كانت في الخارج كي ترجع إلى الداخل فهناك مجموعة من العوامل ومجموعة من الجبهات يجب التحرك عليها من أجل يعني ليس خفض مؤدد التضخم ولكن مساعدة أحيانا المواطنين على أن يتعايشوا مع هذا التضخم لأن التضخم لما يأتي هو يكون ضيف تقيل ويبقى في البلد لمدة معينة هناك بعض البلدان بالمناسبة في المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركيا نموذجا معدلة التضخم فيها عالية جدا لكن نمتصد إلى مستويات الاحتقال الاجتماعي لماذا؟ لأن هناك قطاعات إنتاجية تشتغل وفرص عمل ومؤدل بطالة إلى حد ما غير عالي ثم أيضا دخل يتم في كل مرة تحسينه مقارنة مع ارتفاع معدلة التضخم بالتالي فالتضخم حتى الاقتصادات الكبرى مرت بفترة التضخم لكن إذا كان هناك الدينامية الاقتصادية تشتغل فمن الممكن أن يتم التعايش مع هذا التضخم في أفوق القضاء عليه في نهاية المطفة هو التضخم نوع من الضريبة يدفعها أي شخص لديه قطعة نقدية في جيبي فكلما كان تضخم 1% يعني أن 1% من هذه القطعية يتبخر تصور إذا كان 10% يعني 10% يتبخر لأن لم تعد لها نفس القيمة في الواقع لم تشتري نفس كمير سلع بالتالي فمن طرق مواجهة هذا التضخم هو أن دخل الناس يتحسن لكن ليس عن طريق تسيير نقدي ليس عن طريق اقتباعات النقود ليست هذه الطرق ولكن إعطاء دينامية الاقتصاد فتح الاقتصاد التحرير ثم أيضا يعني يرجع الثقة لكل مؤسسات للمواطن في كل مؤسساته السياسية والاقتصادية والإدارية لكي يكون أكثر أمل وأكثر ثقة في اقتصاد البلد وفي المستقبل وكي يكون مطمئن وكي يشتغل وينتج ويضيف يعني يخلق قيمة مضافة في داخل النصر الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر